تحضر خلالها الافتتاح أيضا أسواق المنطقة في الساعة المقبلة في وولد ستريت كان لدينا تراجع في الدو جونز بنسبة طفيفة S&P 500 تراجع بـ 20% يمكن وصف الجلسة بجلسة هادئة في الولايات المتحدة أمس النازدك أيضا ارتفاعات طفيفة جدا كان هناك تراجع في أسهم القطاع المالي في وولد ستريت بشكل عام ولكن مكاسب أسهم قطاع المواد الخام عوضت هذه التراجعات إلى حد ما في أوروبا كان لدينا انخفاض في غالبية المؤشرات الأوروبية طبعا هناك خيبة أمل من اجتماعات مجموعة العشرين الأخيرة بالإضافة إلى الحذر حيال الأجواء السياسية في فرنسا طبعا قبيل الانتخابات نعرف أنه بيان مجموعة العشرين فشل بأن يتخذ موقف واضح من موضوع الحماية أو حتى من اتفاقية تغير المناخ ما يظهر أيضا إصرار الإدارة الأمريكية على مواقفها في هذين الملفين طبعا كان التقى وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية من دول مجموعة العشرين في ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي الفوتسي 100 في بريتانيا كان فيه ارتفاعات طفيفة جدا الداكس الألماني أغلق متراجعا بـ 14% نلقي نظرة على أسعار العملات نرى أن الدولار مازال تحت الضغط طبعا لدينا تصريحات من مسؤول في الفيدرالي يشدد فيها أو يعطي تلميحات إضافية بأن رفع الفائدة سوف يكون لن يكون أكثر من مرتين إضافيتين هذا العام وطبعا هذا يقلل من توقعات المراهنين على مزيد من الارتفاعات بيؤتير أكبر في الولايات المتحدة بالنسبة لأسعار الفائدة ومنذ إعلان الفيدرالي الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الفائدة على كل حال نرى الدولار تحت الضغط لأن الدولار كان سعر هذا الموضوع في وقت سابق وكما ذكرت التوقعات الآن تشير إلى وطيرة أبطأ بالنسبة لرفع أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام اليورو إذن مرتفع أمام الدولار يسجل ارتفاع بـ 20% تحدث عن دولار 0.762 على العملة الأوروبية الاسترليني أيضا فيه ارتفاعات طفيفة رغم أنه ترازمي طبعا قررت البدء بإجراءات البريكزيت في 29 من مارس تفعيل المادة 50 ولكن على كل حال الاسترليني متماسك مازال مستماسك عند هذه المستويات دولار 23.58 دولار الأسترالي فيه تراجع الدولار أيضا فيه تراجع أمام الدولار الدولار فيه بعض المكاسب أمام العملة اليابانية بـ 20% وأيضا أمام العملة الصينية ننتقل لنتابع أسعار النفط القصة الكبيرة أيضا ما زالت مرتبطة بأسعار النفط اليوم برنت مرتفع بما يقترب من 0.5% إلى 51.86 دولار نهاية الأسبوع الماضي سمعنا من بيانات بيكر هيوز بأن أعداد منصات الحفر في الولايات المتحدة تستمر بالارتفاع وصلت بعد سلسلة ارتفاعات على عدة أسابيع إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر من عام 2015 هذا طبعا يضغط على أسعار النفط ولكن هناك أيضا مصادر تقول بأن أعداء أوبيك يميلون إلى تمديد الاتفاق اتفاق تغفيد الإنتاج بعد انتهاءه بعد انتهاء مدة الستة أشهر وربما يكون هناك تغفيد أكثر من التغفيد السابق برنت إذن مرتفع وأيضا أمريكي الخفيف نلقي نظرة عليه لتعاملات اليوم حتى هذه اللحظات مرتفع بـ 14% فوق مستويات 49 دولار صادرات السعودية من النفط تراجعت أيضا من نحو 300 ألف برميل يوميا في يناير إلى 7.700.000 برميل يوميا من 8 ملايين برميل يوميا في ديسمبر طبعا مع قيام أكبر منتج للخام بدوره في اتفاق أوبيك لتغفيد الإنتاج كان فيه نسبة التزام من أوبيك تفوق 90% ولكن العديد من علامات الاستفهام على التزام المنتجين من خارج أوبيك وعلى رأسهم روسيا واستمرار زيادة طبعا الإنتاج الأمريكي وأيضا منصات التنقيب عن الحفر في الولايات المتحدة كل هذه الأمور قوضت من تأثير اتفاق أوبيك على الأسعار نلقي نظرة على أسعار الذهب لهذا الصباح الذهب كان قد ارتفع في جلسة أمس طبعا بدعم من تراجع الدولار ووصل إلى مستويات اليوم نتحدث عن تراجع بـ 14% عند 1228 دولار للذهب ولكن أمس سجل 1234 دولارا نلقي نظرة على الأسواق الخليجية أيضا لهذا الصباح قبل الأسواق الخليجية نظرة على الفضة هذه هي الأسواق الخليجية وإغلاقات جلسة أمس طبعا لم تبدأ هذه الأسواق بالتداول بعد السوق السعودي متراجع بنصف المئة إلى 6919 نقطة تأتي هذه التراجعات بعد عدة جلسات من المكاسب في السوق السعودي كان لدينا ضغط من تراجع سهم الراجحي الثقيل في السوق لأنه تداول دون أحقية الأرباح أمس كان أول جلسة إكس ديفيدنت على الراجحي في أبوذبي كان لدينا ارتفاع بـ 19% دبي تراجع بنصف المئة لجلسة أمس إعمار العقارية كان قد سجل بعض المكاسب في الصباح ولكن قلص المكاسب قبيل الإغلاق والسوق الكويتية السعري سجل مكاسب بـ 20% للجلسة أمس وارتفاع لثلاث جلسات متتالية على الكويت السعري هذا كان في أسواق المال نعود إلى جرير وميشيلا اشتركوا في القناة